رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء ويا قمرا بدى فأنار ليلا ويا فجرا تبسم بالضياء شددت النور من قلب الدياج وسرت بعزة وبكبرياء أقمت العدل في زمن التجني وشيدت العلا للأتقياء وعلمت الورى درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء وكم شيدت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام ونجدد معا التحية في هذه الحلقة عبر ملتقى الفكر الإسلامي في هذه الحلقة نبحث في قيمة كبيرة وأساس من أسس الشريعة الإسلامية الغراء قرآنها الكريم وسنتها النبوية الشريفة وهي قيمة التسامح هذه القيمة التي تفرد نفسها الآن بشكل كبير خاصة في عصرنا وفي ظروفنا التي ارتبكت فيها أمور كثيرة هذه القيمة التي تجسد معاني كبيرة جسدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا منتصرا نبيلا على أهل مكة هؤلاء الذين أخرجوه من داره وحينما خرج قال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوك ما خركت منك أبدا عاد نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فاتحا منتصرا نبيلا كما ذكرت قبل ذلك هذا النبل الذي اجتمعت فيه صفات النبلاء جميعا حينما سألهم ماذا تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم كانوا يعلمون من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسى التاريخ أبدا حتى يوم القيامة إجابته الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء هنا كانت قيمة التسامح ركيزة أساسية من ركائز شريعتنا الإسلامية الغراء وهي القيمة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي والتي يسعدنا أن نرحب فيها بفضيلة الأستاذ الدكتور العميد عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة أهلا وسهلا فضل الدكتور أهلا مرحبا ونرحب بفضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا فضل الدكتور رمضان أهلا وسهلا فنم الكلمة الأولى بعد إذن فضلت الدكتور مدان عفيفي ستكون مع فضيلة الأستاذ الدكتور العميد عوض إسماعيل فليتفضل مشكورا شكرا لك دكتور عمر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه فمرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة لقاءات النور لقاءات الهدى والرشاد لقاءات الأخلاق العالية الراقية وأشكر لأخي دكتور عمر أن جمعني بهذه القامة العلمية فضلت الدكتور رمضان شكرا لكم جميعا وشكرا للسادة المشاهدين وأسأل الله عز وجل أن تكون كلماتنا عارفة طريقها إلى قلوبهم وإلى أسماعهم آمين في الحقيقة هذه القيمة التي بين أيدينا الآن أو التي سنتحدث عنها الآن قيمة التسامح خلق عال راق من الأخلاق الإنسانية والتي أكدتها شريعتنا الإسلامية الغراء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة من خلال التطبيق العملي من رسولنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وفي الحقيقة الناظر إلى جملة الأخلاق التي رسختها ودعت إليها الشريعة الإسلامية الغراء هي نتاج أو هكذا ينبغي أن تكون نتاجاً للعبادات والفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا من صلاة وزكاة وصيام وحج هذه العبادات ليست مجرد تقوس تؤدى وليست مجرد أداء نسقطه من على عاتقنا ونكون بذلك قد أدين هذه العبادات مع انفصال فيما ينبغي أن يكون عليه أداء هذه العبادات وسلوكنا في الواقع يعني ينبغي أن تكون هذه العبادات التي نؤديها لله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون آخذة بأيدينا جميعاً إلى جملة الأخلاق الراقية العالية التي أكدتها كما قلنا شريعتنا الإسلامية الغراء ولعل هذا هو السر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه جميعاً والذي حصر فيه بعثته صلى الله عليه وسلم في الأخلاق حينما قال إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو في الرواية الأخرى إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صالح الأخلاق هذا كما هو معلوم في البلاغة أسلوب قصر أو أسلوب حصر كأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر بعثته على تتميم جملة الأخلاق التي دعا إليها كل الأنبياء الصابقين صلى الله وسلم عليهم أجمعين وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم متمماً ومكملاً الرسالات السابقة عليه صلوات ربي وسلامه عليه هذا معنى إيه؟ معنى أن الصلاة تأخذ بيدي إلى جملة الأخلاق أن الزكاة كذلك أن الصيام كذلك أن الحج كذلك اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر إذا لم تكن الصلاة التي أؤديها آخذة بيدي بحق وبصدق إلى جملة الأخلاق كل الأخلاق إذا لابد أن أفتش في أمر صلاتي فمن الخطأ بل من الخطر أن أصلي وأن أحافظ على أداء الصلوات بل إن كثيراً منا يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها في جماعة بل وفي الصف الأول خلف الإمام ولكن هناك انفصال تام بين الأداء وبين الأخلاق أقيم الصلاة أؤدي لا أقول أقيم لأن الصلاة ينبغي أن تكون مقامة وليست مؤداء فرق بين الأداء والإقامة ولذلك طبعاً أستاذ عمر دكتور عمر يعني كل الأوامر الواردة في أمر الصلاة في القرآن الكريم بالإقامة بالإقامة وأقيم الصلاة ليقيم الصلاة أقم الصلاة وليس مجرد أدي فمن الخطأ ومن الخطر أن أكون على هذه الحالة من الأداء ثم بعد ذلك أخرج من باب المسجد كاذباً غشاشاً نماماً فاحشاً بذيئاً غير متسامح غير عفو غير صافح لا ينبغي أن تكون الصلاة لها مردودها الأخلاقي على سلوكي لك أي إنسان يكون على هذه الحالة نقول له فتش في أمر صلاتك لتكن صلاتك فعلاً كما أراد الله تبارك وتعالى مؤداتاً بحقها وبضوابطها وبشروطها وبصحة إقامتها بين يدي الله تبارك وتعالى الأمر الثاني الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من دنس البخل والشح إذا كان غنياً إذا كان معطياً للزكاة وتدهر وتطهرهم من دنس النظرة الدونية أو دنس الحقد أو الحسد أو كذا أو كذا أو كذا إذا كانت الزكاة مؤداتاً إليه المهم أن الزكاة تطهير ونماء وتزكية للنفوس نفس الكلام الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليصل بكم إلى درجة التقوى لعلكم تتقون نفس الكلام الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مدرسة الحج مدرسة مدتها أيام معدودات كما قال الله تبارك وتعالى يعود منها الإنسان صاحب خلق عال رفيع هذه العبادات كلها لابد أن تأخذني أنا بصفتي إنساناً مسلماً لابد أن تأخذني إلى جملة الأخلاق الطيبة من جملة الأخلاق الطيبة خلق التسامح طبعاً وأنا أرى أن هناك آية في القرآن الكريم تأخذ بأيدينا إلى هذا الباب الواسع والتسامح لو نظرت إليه نظرة متأنية هذا الخلق العالي لو وجدت فيه مجموعة من الأخلاق لو وجدت فيه الرحمة لأن الرحمة تتسامح لو وجدت فيه العفو لأن العفو تسامح لو وجدت فيه الصفح لأن الصفح تسامح لو وجدت فيه الاعتذار إذا أخطأت لأن الاعتذار تسامح لو وجدت فيه قبول الاعتذار ودي أمر غاية في الجمال وقبول الاعتذار باب من أبواب التسامح لو وجدت فيه الرفق لو وجدت فيه قبول الآخر لو وجدت فيه أن تستمع إلى الناس من حولك حينما يحاورونك وأن تنصت إليهم كل هذا من باب التسامح إذن هذا الخلق فعلا خلق جمع فأوعى مجموعة من الأخلاق ينبغي أن ننتبه إليها هذه الآية التي أود أن أقرأها على أسمعكم جميعا بارك الله فيكم قول الله تبارك وتعالى اسمع يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا لحظ النداء بيا أيها الناس مع أن النداءات قبل ذلك في نفس السورة الكريمة سورة الآداب كما تسمى وها سورة الحجرات كلها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وهي سورة مدنية كما هو معلوم إلا هذا النداء في هذه السورة كان النداء عاما شاملا كل الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا لا لتتناكروا ولا لتتخالفوا ولا لتتناحروا وهذا التعارف لا يمكن أبداً أن يتحقق إلا إذا كانت هناك مسامحة وإلا إذا كان هناك تسامح والتسامح يكون في الأقوال في الأفعال في البيع في الشراء في المعاملات وفي كل التصرفات وسائر الأعمال والأقوال لابد أن تكون هناك هذه الصفة التسامح إذن التعارف لا يمكن أبداً أن يتأتى ولا أن يحدث إلا إذا كان مسبوقاً كيف أتعرف عليك وكيف تتعرف علي كيف ألتقي بك وكيف تلتقي بي كيف أقترب منك وكيف تقترب مني إلا إذا كان هذا الخلق منهجاً سائداً فيما بيننا خلق المسالمة أن تسلم مني وأن أسلم منك وأن تأمن مني وأن أمن منك أن تسلم مني في دمك وفي مالك وفي عرضك وكذا وكذا وأن أسلم منك كذلك في دمي وفي مالي وفي عرضي يا أيها الناس إنا خلقناكم من دكراً وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا التفاضل عند الله تبارك وتعالى ليس بالأموال وليس بالأحساب وليس بالأنساب وليس بالمناصب وليس بالجاه وليس بكذا كل هذه أمور لا قيمة لها عند إقامة الميزان الإلهي الميزان الإلهي هو ميزان التقوى والتقوى محلها القلوب إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن يا أحباب ولعل هذا أيها الأخ الكريم الحبيب وإياته المشاهدة الفاضلة لعلنا نلمسه من الكلمات الأولى التسامح والتعارف المبنيان على المسالمة والمؤامنة أول كلمات سجلت للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أو من أوائل ما سجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد أو كما رواه لنا سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضا وكان حبرا من أحبار اليهود قبل أن يسلم يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس حوله أو إن جفل الناس إليه يعني تجمع الناس حوله من كل حدب وصعه وكنت ممن إن جفل مع الناس فتفرست وجهه عليه الصلاة والسلام فعرفت أنه ليس بكذاب وكان كما قلنا حبرا من أحبار اليهود عنده علم من الكتاب وعنده خبر بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته يقول فتعرفت وجهه فعرفت أنه ليس بكذاب وكان أول ما سمعته منه أن قال أيها الناس عليه الصلاة والسلام أول كلمات يسجلها له سيدنا عبد الله بن سلام وكان أول ما سمعته منه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحى وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام طبعا نبراس يضعه النبي عليه الصلاة والسلام للتعايش عليه الصلاة والسلام فيما بين أفراد الأمة بهذه العلاقات التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه العلاقات علاقة المسالمة وعلاقة صلة الرحم وعلاقة طعام الطعام كل هذا فيما بين الناس وبين بعضهم ثم تأتي في الأخير علاقة خاصة بين الإنسان وبين وبين ربي علاقة أرقى ما تكون العلاقات بين الإنسان وبين ربي وهي علاقة قيام الليل حيث لا رياء ولا نفاق حيث لا يراك أحد المطلع عليك فقط هو مولاك وخالقك جل وعلا هذه العلاقة كانت بهذه الطريقة المخصوصة ولذلك أخرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لكن العلاقات الأولى العلاقات القائمة فيما بين الناس وبين بعضهم علاقة قائمة على التسامح المسالمة وما المسالمة إلا تسامح إطعام الطعام وما إطعام الطعام وطبعا المقصود بإطعام الطعام ليس مجرد فقط إطعام الطعام وإنما المساعدة والتعاون بكل أنواع مساعدة مادية مساعدة معنوية لا بد أن تكون قائمة على باب التسامح ثم صلة الأرحام وصلة الأرحام مأمرون بها وأيضا داخلها التسامح أو لا بد أن يكون في داخلها التسامح والعفو والتصافح لأن كثيرا ما يكون بين الأرحام وبين بعضهم بعض الإزعاجات أو بعض المشاحنات أو بعض المخالفات والله تبارك وتعالى يأمرنا أن تكون هناك الصلة الدائمة بين الأرحام إذن هذه العلاقات الإنسانية لا بد أن تكون قائمة على هذا المعنى الرائع معنى التسامح والتصافح والتغافر وأن لا يكون هناك شيء في الصدور فيما بين الناس وبين بعضهم أفش السلام أطعيم الطعام صل الأرحام هذه كما قلنا هذه العلاقات الرائعة التي يؤسس لها النبي عليه الصلاة والسلام في أول كلمات تسجل له وتحفظ عن صلوات ربي وسلامه عليه كما وردت عن سيدنا عبد الله بن سلام هذه العلاقات الرائعة لكن أود أن أقول شيئا في إفشاء السلام يا دكتور عمر إفشاء السلام ليس مقصودا منه مجرد إقراء السلام يعني ليس مقصودا منه أن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باللسان وفي قلبي ما فيه من ناحيتك لا المقصود أن يكون السلام فاشيا بمعناه العام قلب السليم طبعا أن يسلم قلبي من ناحيتك وأن يسلم قلبك من ناحيته وأن يسلم عرضك وأن يسلم دمك وأن تسلم كل حرماتك درجة صعبة من درجات التراضي حتى كذا أرساها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجتمع النموذجي الرائع مجتمع المدينة الأفشاء السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤسس لأمة أراد أن يؤسس لدولة قائمة قائمة على ماذا لأمة قائمة على هذه المعاني الرائعة في شاء السلام التعاون المرموز إليه بطعام الطعام ثم التكاتف والتراحم والتواصل المرموز إليه بماذا بصلة الأرحام لأنه إذا لم يكن هناك خير إذا لم يكن هناك خير بيني وبين أرحامي وبين أقاربي فلا تنتظر مني خيرا للأباعد ولذلك يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في هذا الحديث الرائع من وجهة نظري الذي يرسي قمة التعايش السلمي في أرقى صوره بهذه الكلمات الرائعة منه صلوة ربي وسلامه عليه ثم كما قلنا يختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلاقات بالعلاقة الخاصة بين الإنسان وبين ربه وعلاقة قيام الليل التسامح أيها الأحباب الكرام الحديث عنه وعن تطبيقه العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه طويل عريض ذكر جزءا منه أخونا الحبيب الدكتور عمر في مقدمة اللقاء والعلي أذكره نبراسا نموذجا منه صلواته ربي وسلامه عليه نموذجا واضحا والنماذج في ذلك كثيرة جدا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من قريته يخرج من مكة هذا الإخراج ولذلك لعلنا نذكر ما حدث من ورقة ابن نوفا لما في بدايات الوحي في بدايات الوحي لما ارتجف النبي عليه الصلاة والسلام في غير حراء وعاد إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وقص عليها ما حدث فأخذته وانطلقت به إلى ورقة ابن نوفا ابن عمها وكان عنده علم من الكتاب وقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قص وروى له ما روى فقال له ما قال إنك نبي آخر الزمان وليتني فيها جذع أكون شابا أدافع عنك ولكنك سترى ما ترى من قومك وسيخرجونك من قريتك النبوة فالنبي عليه الصلاة والسلام استوقفته هذه العبارة يعني لم تستوقفه عبارات أنهم سيؤذونك وأنك سترى منهم ما ترى ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استوقفته عبارة سيخرجونك من قريتك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أَوَمُخْرِجِيَّهُمْ قمة الوطنية إن صح التعبير قمة الحب للوطن أَوَمُخْرِجِيَّهُمْ يعني لم يقل له سيؤذونني سيعاني دونني سيشقون علي في أمر دعوتي أو سألقى منهم ما ألقى من العنت حب الوطن ولكن استوقفته قصة الإخراج الإخراج من المكة أو مخرجيهم وفعلا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا يحفظ الحديث الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت ثم يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحاً في أكثر من عشرة آلاف من الصحب الكرام ويقفوا على أطراف مكة فاتحاً ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحب الكرام اليوم يوم الملحمة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بل قل اليوم يوم المرحمة عليه الصلاة والسلام ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً من غير أن تراق نقطة دم واحدة ولما يستشعر القوم في مكة أن النبي قد ظهر عليهم وأنه دخل مكة وأنه كسر الأصنام التي كانت بالكعبة وكانت حولها أيضاً أكثر من 360 صناماً في الكعبة وحول الكعبة يكسرها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرى القوم من ظهور النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم فيقول قولته الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء بعدما قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ويؤذن بلال رضي الله عنه فوق سطح الكعبة ومع ذلك يقول أحدهم ألم يجد محمد سوى هذا الغراب الأسود فيرفع الأذان فيرفع الأذان فوق الكعبة فيطلو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الآية التي ذكرناها منذ قليل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين إنسان لونه أبيض أو بين إنسان لونه أسود أو بين عجمي أو بين عربي الكل في الإسلام سواء بروح التسامح بروح التسامح وبروح القلوب النقية والنفوس الراضية هذا الخلق أيها الأحباب الكرام إن كان واقعاً فيما بيننا لعاش العالم كله في أمن وأمان وسلم وسلام ولكنها الحقيقة التي ذكرها أخي عمر في البداية أن هذا المعنى هذا المعنى غاب عن كثير من الناس فحدث ما حدث من شقاقات وخلافات ولا يريد هذا أن ينزل إلى هذا ولا يريد هذا أن ينزل إلى هذا وأن يلتقي الجميع عند نقطة الاتفاق عند روح التسامح التي أرساها القرآن الكريم والحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه أشكر شكر جزيل فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف للبنين بالقاهرة على هذه الكلمة الطيبة التي أسس فيها إلى مفهوم التسامح وانطلق من هذا التأسيس إلى آفاق يحتاجها العالم العربي والإسلامي وأشد الاحتياج في هذه الفترة التاريخية التي يعيشها الآن نتحول بالكلمة الآن وحتى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله مع فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف المصرية وفضيلته مشكورا الكلمة معه وهناك استفسار ضمن الكلمة أو بعد الكلمة إن شئتم حول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق معنى هذا أن الأخلاق كانت موجودة وجاء صلى الله عليه وسلم ليتمها والحديث الشهير إنما مثلي ومثل نبينا من قبل إلى آخر هذا الحديث لو تفضلتم يكون هذا النقطة ضمن كلمتكم حتى نهاية الحلقة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فبداية نشكر المجلس الأعلى للشهون الإسلامية على مثل هذه اللقاءات في ملتقى الفكر الإسلامي الذي نجده كل عام يتجدد في شهر رمضان كما نشكر القائمين على التلفزيون المصري على إذاعة هذه البرامج وهذه الملتقيات التي تفيد المجتمع كلهم وأشكر من سمح لي بالجلوس مع سعادة أستاذنا الدكتور العميل القامة الكبيرة بجامعة الأزهر الشريف مع محاور عالم إنه الدكتور عمر حر شكر الله له أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سيدنا معاذ إلى اليمن وفي رواية غيره فقال يا رسول الله لا أريد مفارقتك من منا يريد أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم حياً بيننا ويتركه إلى أي مكان حتى يعني لو يتقلد منصباً أو غير ذلك فقال لا يا رسول الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملاً قصيرةً إنما هي منهج حياة فليست العبرة بالتواجد مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك شرف وليست العبرة بالطاعة وحدها بالمكان وحده وإن كان في ذلك خير وليست العبرة بالزمان وإنما العبرة بما تقوم به من أعمال في أي مكان وفي أي زمان وفي أي صحبة فقد قال صلى الله عليه وسلم له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن تقوى الله عز وجل هي جماع الخير في أي مكان سواء كنت في المدينة المنورة أو كنت في مكة المكرمة أو كنت في أي مكان في العالم تقوى الله عز وجل هي النجاح ثم إن الإنسان إنما هو بشر وكل بني آدم خطاء فإن أخطأت فأحدث توبة واستغفارا تمح هذا الزنب ثم بعد ذلك يأتي التعامل مع الناس جميعا وخالق الناس بخلق حسن كل الناس لم يفرق ولم يحدد المسلمين فقط ولم يحدد من هم أقاربك فقط ولم يحدد مثل هذه التحديدات التي نراها في واقعنا المعاش والمعاصر والمعاصر الأمر المؤسف له ونتأسف له جميعا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وعاشر الناس أو وخالق الناس بخلق حسن ولله ضر القائل وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن هكذا المسلم وهكذا خلقه التسامح قيمة عالية كما أشار أستاذنا الدكتور إنها قيمة إنسانية أكد عليها ديننا الحنيف بل وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا وأكد على ذلك كثيرا من كلامه ومن فعله واللغة العربية هي وعاء هذا الدين ووعاء القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية بلسان عربي مبين ومن مفردات التسامح ومتعلقاتها كما ذكر أستاذنا تأتي بمعنى المساهلة والليين والعفو والصفح وغيرها من قيم عظيمة داخل مفهوم التسامح أيضا من مفرداتها عندما نقول سمح له بكذا أو مسموح بكذا يعني أمر مرخص فيه يعني سمح فلان لفلان فكأنه أذن له في ذلك وهذا موجود في ديننا وموجود في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسمح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سنرى لماذا لا نعيش هذا المعنى سمح له بكذا يعني أذن له وهذا ما نراه من نبينا صلى الله عليه وسلم مع المجتمع كله فيسمح لأزواجه أن يتكلموا في حضوره يسمح لأزواجه أن يفعلوا أمورا وهو غير غاضب أن يتحدثوا وأن ينقلوا عنه العلم ولا يغضب لذلك صلى الله عليه وسلم بل سمح لأصحابه أن يقولوا رأيهم أمامه وهم غير مؤيدين بالوحي وغير معصومين ثم هو يصحح لهم إن أخطأوا ويوافقهم إن أصابوا وإن أحسنوا سمها ما شئت سواء يستشيرهم أو يأخذ بآرائهم أو يسمح لهم فكل هذا دليل على السماحة وسعة الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يضيق صدر بعضنا عندما يتكلم غيره أو عندما تتكلم زوجته أو عندما يتكلم ابنه أو ابنته لماذا يضيق صدره بذلك بل ينبغي عليه أن يفرح فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك أمامه صلى الله عليه وسلم ولم يضيق صدره هذا مع الموافق له كذلك مع المخالف له عندما جاء وفد من غير المسلمين من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمح لهم بالدخول فيه هذا المسجد المكرم والمعظم في نفوس المسلمين جميعا سمح لهم بالدخول فيه بل جاء وقت صلاتهم وهم غير المسلمين وعلى المسيحية وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وتوجهوا ناحية المشرق وأدوا صلاتهم وأدوا عبادتهم أي تسامح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض وفي أشرف المساجد بعد المسجد الحرام هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسع صدرنا للموافق وللمخالف أيضا على حد سواء لماذا يضيق صدرنا بمن يخالفنا في الرأي ولم نجد ذلك في القرآن الكريم بل القرآن الكريم يفتح الباب أمام الجميع ولا يوجد سؤال غير مشروع ماذا مصاحبه يتأدب بالآداب العامة التي يتفق عليها الجميع هذا نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو الأنبياء يقول لله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموت هذا سؤال عظيم ولكنه مشروع ولم يعاتبه الله عز وجل فقال الله أولم تؤمن ألست مؤمنا حقا يا إبراهيم قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي فأجابه الله عز وجل إلى مثال يقرب له المعنى ولم ينكر عليه فليوجد سؤال غير مشروع مادام صاحبه يتأدب ويسأل ليتعلم ولنا في الأنبياء أسوة وقدوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلق التسامح عند معاملة الناس جميعا من الموافقين ومن المخالفين فنبينا صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة المنورة وموجود فيها اليهود وعقد صحيفة المدينة ووثيقة المدينة التي فيها التعايش السلمي مع كافة أطياف المجتمع من المسلمين ومن غيرهم من اليهود ومن غيرهم يعني يقر لهم بحقوقهم في الحياة حقوقهم في العبادة حقوقهم في اختيار دينهم ومعتقداتهم كل هذه حقوق كفلها الإسلام للناس جميعا لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أما ما نجده من التضييق ومن ضيق الصدر عند البعض فهذا ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء بل أقوله من خلال آيات القرآن الكريم إن القرآن يفتح الباب والمجال للجميع بل وينقل القرآن الكريم ويحكي لنا ما قاله الناس جميعا من خطأ أو من صواب كما جاء مبسوثا في القرآن الكريم كله وعلى العكس نجد منهج من لم يؤمن بالله عز وجل منهج من أشرك بالله تبارك وتعالى هو الذي يغلق الباب أمام أفكاره ومعتقداته كما حكى القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني ما تسمعوش ولا تصغوا لهذا القرآن ولا تنتبهوا لهذا القرآن بل إذا سمعتموه تكلموا بلغو حتى لا يدخل القرآن إلى مسامعكم أما القرآن الكريم فيحكي لنا عن مقولة المشركين ويحكي لنا عن من ادعى الألوهية والربوبية يحكي لنا كل هذه الأقوال ولا يجد عيبا في ذلك ثم يناقشها مناقشة عقلية كل هذا يعلمنا سعة الصدر بالمخالف قبل الموافق لذلك لماذا لا يسمح بعضنا لبعض أن يقول رأيه فإن كان صوابا شكرناه ومدحناه وإن كان خطأا بينا له وجه الخطأ فيه فهذا من التسامح بيننا وما دمنا نعيش مع بعضنا على هذا الكوكب الذي أصبح قرية صغيرة لماذا لا يتعرف بعضنا كما في الآية الكريمة على بعض على أشخاص بعض على أفكار بعض على معتقدات بعض على عدات وتقاليد بعض حتى لا توجد فجوة بيننا وبين غيرنا كل هذا ينبغي أن نتنبه له التسامح يحكيه القرآن الكريم لنا مع المخالف فيقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم مدامة المعاملة قائمة على الاحترام والتقدير فلا شيء فيها بل واجب علينا أن نبر وأن نقصط وأن نعدل في معاملاتنا مع الناس جميعا مع المخالف قبل الموافق هذه سعة صدر هذا تسامح سمح له لماذا لا يسمح بعضنا لبعض أنا أتعجب من ذلك هذا الزوج لماذا لا يسمح لزوجته أن تقول وأن تتكلم وأن تأخذ قراراتها الخاصة في مالها الخاصة وفي غير ذلك لماذا لا يسمح الوالدان للأبناء أن يأخذوا بعض القرارات وأن يشاركوهم في الأراء ينبغي أن ننزل إلى المجتمع وأن نطبق هذه القيم في واقعنا المعاش في أسرنا وفي مجتمعنا وفي حياتنا لماذا لا يسمح المعلم ويعطي مساحة للطالب والتلميذ أن يقول رأيه فإن كان صوابا شكرا وإن كان خطأا صحح له وبين له الطريق والمنهج كيف يفكر تفكيرا صحيحا وكيف يتكلم على وجه صحيح يسمح له بذلك هكذا ينبغي أن نتعلم من القرآن الكريم وأن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم التسامح بالمعنى العام هذه القيمة العظيمة التي نحتاجها واقعا عمليا في مجتمعنا التسامح له ثمرات عظيمة وكبيرة منها مغفرة الله عز وجل للعباد فإن الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فمن عفى عن غيره وصفح عنه وسامحه وتساهل معه وأصبح لينا معه يحقق مغفرة الله عز وجل له ومن ذا لا يرجو مغفرة الله تبارك وتعالى إنما هي بالتسامح والعفو وغير ذلك فينبغي على المسلم أن يتمثل بهذه القيمة كذلك أيضا سبب لرحمة الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا هذه صفته في كل معاملاته مع الخلق جميعا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يعني اقتضى يعني طلب ما له من حق عند غيره وهنا لم يذكر في هذه المعاملات في البيع والشراء والاقتضاء لم يذكر مع من فالبيع لا يشتر فيه أن تبيع لمن تعرفه أو أن تبيع لمسلم مثلك بل البيع لمن يحتاج هذه السلعة مسلما أو غير مسلم يعيش معك أو قريبا منك أو غير قريب فالسماحة صفة لهذا المسلم الذي يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة رحم الله رجلا أو امرأة فالكلام عام يشمل رجال والنساء الكبير والصغير رحم الله رجلا سمحا هذه صفته عند معاملاته مع الناس جميعا كما هو دأب القرآن وكما هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فهذه صفته عند المعاملة سواء في البيع سواء في الشراء سواء في طلب ما له من حق سواء في إعطاء ما عليه من حق هكذا المسلم صفته السماحة والتسامح مع خلق الله عز وجل من الإنس ومن غيرهم من الحيوانات ومن غيرها كذلك من ثمراته هذا هذه القيمة وهذا الخلق التسامح انتشار الألفة والمحبة بين الناس إذا أخطأت ثم سامحتني لا يمكن أن أقرهك أو أن أبغضك بل هذا يؤدي إلى المحبة بيني وبينك أن تتسامح معي وأن أتسامح معك فتنتشر المحبة بين الناس والمودة بين الناس في المجتمع كله لقوله تعالى هل جزاء الإحساني إلا الإحسان؟ كذلك يثمر أيضا التعاون بين الناس جميعا لأنني أعلم أنني عند التعامل مع الغير إن أخطأت واعترفت بخطأي سامحني وإن أخطأ غيري في حق سامحته فيكون التعاون البناء الذي نحتاجه بين الزوج وزوجته بين المعلم وتلميزه بين القائد ومن يقودهم بين المدير ومن هم مسؤولون تحت يده بين الرئيس والمرؤوس المجتمع كله يقوم على التعاون بسبب هذا التسامح وهذا العفو وهذا الصفح كذلك أيضا التخلص من الصراعات بين الناس التخلص من المشاكل التي نراها في المجتمعات بسبب التسامح بسبب العفو بسبب الصفح كل هذه الثمرات إنما تنتج من التسامح ومن المغفرة ومن العفو ومن الصفح عن الناس وهذا ديننا لا يوجد ولا تعرف البشرية ديناً أطول باعاً في هذه القيم وفي هذه الأخلاق من التسامح وغيرها لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم ما كان قبله بل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل العادات والقيم التي كانت قبل مجيئه وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم نظرةً موضوعيةً منهجية فما كان منها خيراً وما كان منها فيه صلاح للبلاد والعباد أكد عليه ووافق عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خطأ وما كان من اختلال في هذه الاعتقادات أو هذه العادات أو التقاليد أو الأخلاق نهى عنه صلى الله عليه وسلم فجاء النبي ووجد أخلاق كريمة كالتسامح والعفو والصفح والمعونة وغيرها فأكد عليها صلى الله عليه وسلم وجاء وجد الناس يتبايعون فأقر هذا التبايع في الحلال ووجدهم يشربون الخمر وجدهم يقعون في الموبقات فنهى عن ذلك وحرمه على المسلمين فما جاء النبي ليهدم ثم يبني بل جاء لينظر فيما هو قائم ما كان منه صالحاً أقره ووافقه وأكد عليه وما كان فاسداً نهى عنه وهدمه لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق ما جاء ليهدم إنما جاء ليبني إنما جاء ليتم البناء الإنساني ليتم القيم والأخلاق ليتم ما ينفع بشرية كلها صلوات ربي وسلامه عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل عام أنتم بخير وحضرتك بكل خير وصحة وسلامة وشكر الله لك وبارك الله فيك فضيلة الدكتور رمضان عفيف ونير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف المصرية حياة وصلنا لنهاية هذه الحلقة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي لكن نذكر الآية الكريمة يعني وصف الله سبحانه وتعالى بعظيم قدره وجلال شأنه سيدنا إبراهيم بقلبه السليم إذ جاء ربه بقلب سليم فكان دائما يعني يضرب لكل الأمم من بعد أن القلب السليم هو هو التسامح هو التسامح فلعلنا نقتدي بسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعلمائنا الكرام لفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر الشريفة بالقاهرة شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك بارك الله فيكم أفنم وأشكر فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف المصرية شكرا جزيلا فضيلة الدكتور وبارك الله فيكم والشكر لكم مشاهدين الكرام وإلى لقاء آخر يتجدد بحول الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي لكم كل التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته